سنتابع هذه التغطية ونذكر بالأخبار العاجلة الواردة قبل قليل نقلا على المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال إننا نقصف أهدافا لحزب الله في جنوبي لبنان إذن غارات جديدة يشنها جيش الاحتلال على منطقة جنوب لبنان سنتابع بعد قليل مع مراسل التلفزيون العربي ما الذي يجري على جبهة جنوب لبنان لنعرف إن كانت جويس جاهزة إذن جيش الاحتلال الذي قصف كما قال 160 هدفا ونفذ 160 غارة هذا اليوم على مواقع تابعة لحزب الله واستهدف مئات المواقع وفوهات إطلاق الصواريخ كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال هو يبدأ جولة جديدة وغارات تستهدف مناطق مختلفة حسب ما يقول المتحدث باسم جيش الاحتلال يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل ووزير الأمن يؤف غالانت سلسلة من الإجراءات الجديدة لالجبهة الداخلية الإسرائيلية من مدينة حيفا وصولا إلى الحدود الشمالية كما ذكرت مصادر إسرائيلية عن تعليق الدراسة في بعض مناطق الشمال بسبب الأوضاع الأمنية هذا يأتي في الوقت الذي يأقد فيه وزير الأمن وفا غالانت بحضور رئيس الأركان هيرتسي هاليفي اجتماعا أمنيا مع قادة أمنيين وعسكريين لبحث التوترات على الجبهة الشمالية وتصاعد التوتر وخشة إسرائيل من وصول صواريخ ثقيلة لحزب الله تضرب العمق الإسرائيلي في الساعات القادمة حسب ما تقول المصادر الإسرائيلية على الأقل بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل في الأيام الأخيرة ضد أهداف لحزب الله وستدافها قيادة كتيبة الرضوان في المنطقة الضحية الجنوبية ترجمة نانسي قنقر